انقطاع التيار الكهربائي لعشرين ساعة يوميا جبال القمامة التي تملأ الشوارع الطوابير على محطات الوقود إنها بعض مشاهد صيف لبنان الذي عتاد على التعامل مع بنية تحتية متداعية متنقلا من كارثة إلى أخرى لكن الأمر يزداد سوءا إذ يضاف إلى ما مضى هذا العام تسريح جماعي ومستشفيات مهددة بالإغلاق ومحلة تجارية ومطاعم أغلقت أبوابها حتى أن الجيش لم يعد قادرا على تزويد وجبات جنوده باللحوم وهي مشاهد إلى جانب أخرى تهدد البلد الذي لطالما اعتبر نموذجا للتنوع والانفتاح في العالم العربي ولطالما ألقى لبنان بمسؤولية أزماته على الآخرين مع وجود ثمان عشرة طائفة دينية وحكومة مركزية ضعيفة إلى جانب جيران أكثر قوة ما وضعه وسط تنافسات إقليمية أدت إلى شلل سياسي أو عنف محلي وصولا إلى ما أرخت الأزمة السورية من ظلال عدا عن الحروب مع إسرائيل كل ذلك لم يغير من حقيقة أن الجزء الأكبر من الأزمة الحالية يتحمل مسؤوليتها اللبنانيون أنفسهم تتويجا لعقد من الفساد قادتها طبقة سياسية لم تترك قطاعا سليما ولعل ما يعمق الأزمة أن الفساد أصبح موزعا على الساسة أغلبهم فكل طائفة لديها قطاع من الاقتصاد تهيمن عليه حتى خسرت الليرة الثمانين في المئة من قيمتها في السوق السوداء رافعة أسعار السلع وخافضة مرتبات الموظفين بنسب متقاربة ومهددة البلاد بالجوع ونقص في الوقود وإن بقي لبنان وحده أمام هذه الهاوية فهو ذاهب وفق بعض الآراء آخرها وزير الخارجية المستقيل ناصف حتى نحو انهيار لا يهدد البلد وحده بل المنطقة برمتها محمد سليمان تي ارتي عربي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر